صحيح. ليه الأهلي خسر؟ الكورة يا كريم ما بتحبش أبداً اللي بيتعال عليها في الأول وفي الآخر دي اسماها كورة يا ما شفت مطشات كتيرة جداً الطرف فيها فيها أقوى من طرف تاني ولكن في مطشات الدربية الموضوع مختلف تماماً صح فاكر الكابتر الجوهري في سارة حاجة وتمانين لما النادي الأهلي لعب بنشيينه وكسب الزمالك بكل نجوم وطلعه من الكاس نفس الكلام ده هو اللي حصل النهاردة النهاردة قبل المباراة كل لعيبة النادي الأهلي فكه جاهز الفاني تعال نادي الأهلي فاكك حتى جاب يقول النادي الأهلي كان عندها ثقة مش طبعية إن المباراة تخلص وهتخلص بذكور ده بتاخده بتبني عليه الفريق اللي قدامك ده وافع وبتحطه بس حالة عدم التركيز من لعيبة النادي الأهلي ومن مارس الكولر اللي أنا دايماً أقول يا كريم مارس الكولر مسافرش السعودية أو مارس الكولر اللاعب واحدة إذا ما كانتش دي أسوأ مباراة ربطت الجزاء والله يا كريم أول ما شفت اللقطة دي قلت نادي الزمالك هيكسب لقطتين دي أول واحدة ليه آآ رامي ربيعة لما جاب الهدف الأول واللقطة التانية بتاعت عمر كمال عبدالواحد اللي أصلاً هو مش الشخصية دي اللي هي بتقعد تنكش الجمهور اللقطة دي انتو ده عمر كان بيزجد قبل نشو ده بالجزاء انت برجلت الربنا ما تتنكش ليه جماهير ليه لعيبة النادي الأهلي وده عمره ما كان طبع في لعيبة النادي الأهلي انت بتقلل يعني بتستهزق شوية بالحارس اللي قدامك اللي لعبت له الكرة وانت لسه في أول ضرب الجزاء فبالتالي انت خلت ناصر مهر هو ناصر منسي عمل الاحتفال بعدك والحفلة اتقلبت انت عليك وبقى كل دلوقتي جمهور نادي الزمالك وكل لعيبة نادي الزمالك بتصور نفس الصورة دي تدل على الثقة اللي كان مبالغ فيها من لعيبة النادي الأهلي قلة التحضير من عند مارسل كولور وحاجة مهمة جدا اين مدير الكرة في النادي الأهلي مع احترام الكامل محمد الشنداء مع احترام الكامل كابتن سامي القمصان كابتن خالد بيبو كابتن سعد محافيز فين مدير الكرة يا لم اللعيب كريم اللعيبة النادي الأهلي فكة من بعد احتفالات مبارات الدوري كل المنظومة داخل النادي الأهلي كانت فكة وده اللي بقى مارت النهارده النادي الأهلي شكله كان في الملعب أسوأ بكتير من النادي الأهلي طول سنة المعب